مرحبا بك عيثم مرحبا بك مرحبا بالمستمعين كل شكرا لك بدنا حديثنا في التاليفون ما اللي فات تم الوقت كان ضيق شوية اليوم قلنا ناخده معك أكثر وقت وبش نحاوله نرجعه على الموضوع من البداية نعرفه اللي ميش حاجة جديدة بالكل اليوم لزعتها كذومة سيبير نتيج قلت نصيره في العالم عندهم سنوات بشكل كبير الأغلب كنا نحكيه في نتاق مختلف شوية اللي هو عنده علاقة بالجانب المالي المؤسسة المالية من خلال الهجمات السيبرنية اليوم الموضوع مختلف تماما قاعدين نحكيه على يطلق عليه الاسم ذي ولا لا القراصنة الجيدين أو القراصنة اللي عندهم يحملوا فكرة ونسألك هنا هايثم هل أنه فعلا اليوم ممكن الحديث عن أو سياغة الموضوع بالطريقة هذية خاصة وأنه اللي فما تكاتف من قبل القراصنة الكل الباهي والخايب سابقا اليوم نلقاه فما توجه نحو ضرب الكيين الغاصب اللي هو الكيين الصهيوني هايث هما هذو من نعبروا عليهم بالهكتيفيست أساسا اللي هما نشطاء واللي ميرسوا في عملية القراصنة واللي عموما نشطاء يكون عندهم هدف ولا غاية اللي هي تجد تكون اجتماعية تجد تكون حتى سياسية ولا حتى دينية اللي شهدناها الفترة الإخرانية للمجموعات القراصنة وحتى القراصنة اللي هما أفراد حاولوا أنهم يتجمعوا حول قضية واحدة هي القضية الفلسطينية وحاولوا أنهم يساعدوا بعضهم في شن هجمات على الكيين الصهيوني الحرب هذه هي نوع من الحرب وحرب مفتوحة لأنه كل الأنظمة اللي موجودة ولا كل الأهداف هي بالنسبة لهم مشروعة وبالنسبة لهم هدف لتدميره ولا للتجسس عليه ولا لسرقة المعطيات هذه الحكاية موجودة عندها برشة دينما نسمو حتى في تونس احنا ها وقراصنا من تونس من الجزائر من المغرب من الدول الإسلامية لكن بعد 7 أكتوبر تغيدت كثيرا المعطيات وأصبحنا نتحدثوا على تقريبا حرب منسقة وهاجمات منسقة ودخلوا فيها عديد من الأطراف الأطراف هذه هي عموما أطراف من الدول العربية نجم سميلك مثلا تقريبا كل دول المغرب العربي تخوكتر دول ناشطة خاطريني نشوف جزء ما في بعض الدول اللي أنشط بيسر من دول أخرى مثلا أنا اللي رينام أكثر دول الناشطة مثلا المغرب نقاو السودان زادا ونقاو فهم الدول آسيوية مثل أندونيسيا وماليزيا اللي حتى بنجلاديش اللي معناها صخروا إمكانيات بشرية معناها مهمة بيش يحاولوا أنهم يستهدفوا الأنطمال المعلوماتية اللي تكون معروضة على الأنترنت خاصة وهذا كيما قلت لكم معناها فهمة ظاهرة جديدة اللي هو كيفيش أنهم تجمعوا كل يد واحدة أكيد كل واحد عنده تقنيات وكل واحد عنده أهداف ولكن الهدف واحد بالنسبة لمجموعة هذه ونجم نذكر هذا اللي ما فهمش كان دول عربية فهم حتى دول مثلا مثل روسيا رينا مجموعات كبيرة من روسيا اللي هي كيف كيف ساهمت في الحربة دية روسيا أكيد بالنسبة لها هي معناها اللي خليهم أنهم يدخلوا في النشاط هذه هو الحرب مع أوكرانيا وحربهم ضد الغرب ولقاوا في القضية الفنسطينية بالنسبة لهم قضية تقرب لقضيتهم مع الغرب ومجموعات قراصنا روسية وحتى من عديد الدول الأخرين اللي هما يعتبروا حتى من أقل مجموعات إجرامية في العالم اليوم نقاهم معناها يستهدفوا الكيين السويوني وقاعدين يحاولوا أنهم يدمروا بعض المنشآت هو أن نحكيه على الكيين السويوني لكن بعد أن كنت ندخلوا أكثر تفاصيل اللي توسعت العملية أنا شفت منذ يومين أنه نطاق الهجمات السيبرنية ما عادش يهم الكيين السويوني فقط ولا حلفاء الكيين السويوني وشفنا عمليات كبيرة صارت في فرنسا صارت في برشة دول أوروبية لأنهم من وجهة نظر العالم هو لمحالة أنه فم تحامل كبير من قبل الغرب وعدم رؤية نهائيا لما يحصل فعليا وللاختراقات والاعتداءات الإنسانية اللي قاعدت تصير ولا اليوم الهجمات على التحالفات عليش حكيت عن النقطة دية لأنه مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية خذي شوية وقت الموضوع بيشتعدينها من الهجمات اللي تخص الطرفين اللي موجودين في الصراع أو نزاع بيشتعدينها للحلفاء اليوم في أقل من شهر شفنا الهجمات على الكيين الغاصب ومباشرة على جميع حلفاء وزد كيف كيف في نفس الوقت صحيح حتى ممكن منذ البداية لأنه شفنا عديد من الهجمات اللي شنوها المجموعات هذوم اللي انخرطوا في الحرب إلكترونية غد الكيين السهيوني اللي هاجموا كيف كيف معناها الدول مثل فرنسا أولاد المتحدة الأمريكية كنادا ألمانيا ألمانيا بعض الدول حتى السكندينفية وهذا توسع لكن ما فماش إطار رسمي للحرب هذه مقارنة مثلا بحرب روسيا وأوكرانيا لأنه في الحرب روسيا وأوكرانيا القيادات الحكومية في أوكرانيا هم اللي حاولوا جندوا معناها جيش كامل نسميه الجيش الرقمي والجيش الإلكتروني وحاولوا أنهم يدخلوا معاهم نشطاء حتى شركة خاصة حتى بعض المجموعات اللي معروفة بالقرصنة اليوم بالنسبة لللي صاير معناها في قضية فلسطينية هم أكثر نشطاء اللي دافعوا على قضية فلسطينية عبر عمليات قرصنة وعمليات اختراق الهدف منها أكيد معناها يحاولوا أنهم يدمروا بعض الأنظمة لكن كيف يحاولوا أنهم يندوا بالعدويل ويوصلوا صوت القضية الفلسطينية لبقية العالم وذي النطاق أكيد معناها يمشي ويتوسع لأنه الظاهر هذه ظهرت نسميهه حرب إلكترونية أصبحت معناها شيء معمول به ومتعرف عليه في جميع الدول العالم وماشوا ياخذ أكثر أمبلور معناها ماشوا يكبر أكثر واليوم في أي معناها معناها أي كونفلي في أي مشكلة تصير ما بين بلدين مشكلة معناها وقضايا عادلة مع تتبول أكيد بشتلقى ديما الجانب هذي هو موجود بشتلقى نشاطاء اللي متماكنين من تقنيات القرصنة بش يدخلوا على الخط ويحاولوا أنهم يساهموا في الصراع النجم يكون ما بين دولتين ولا حتى صراع إقليمي وظهر هذه بشتمشي وتكبر هذيك علش هذا معناها معناها يطرح تحدي كبير للدول معناها أحنا بيدنا توسؤال يتطرح قلوا أسكو أحنا معنا معنيين بالشيء ممكن أحنا عنا توانسة مساهمين في معنا برشة توانسة مساهمين في الأعمال هذه ومن قبل أسكو هذي نجم يسببنا مثلا في ردة فعل من الدول المتقدمة هو سؤالها محنا مستعدين لردة الفعل هذي هذي لازم يكون مطروح لأنه لو نحطوا الفرضية هذه معناها كما قلنا معنا ما هوش كانوا ينسوني لتعرض الهجمات لكن حتى الحلفاء هل الحلفاء هذوما بشي يجي نهار ويحاولوا يردوا الفعل باستعمال نفس الوسائل وحتى من وسائل أقو لأن الإمكانيات اللي عندهم أكيد كبيرة هذي لو نطرحه معناها الشيء هذي لازم نقوله لازم نكونوا حاضرين الأسوأ اليوم لازم الأنظمة المعلوماتية تكون في درجة حماية لأن نحن في حرب إقليمية ودخلين فيها معناها سياسيا وحتى معناها شعبيا لازمنا نكونوا جاهزين أنا بش نجي بعد شوائد النقطة ذايا نحن جاهزيتنا أول حاجة كطرف مساهم على خطر مباشرة وقت نحكي وأول مخام مباشرة وحتى كنحط في الغشاخ شلوش نلقى المغرب مساهمة بشكل كبير نحكي على المغرب العربي بشكل كبير في العمليات هذومة قلت أنسي من بك كيفما حتى مجموعات اللي جغرافية نحظوهم بعض ولكن مساهمين بشكل مباشر نقدمي مثلا في رق كيما في باكستان باكستان نلقاوز كيف المجموعة الغامضة في بنجلاديش محتى مجموعات منظمة هي من شيرتها يقعد من بعد الناس اللي تسمع فينا قبل ما نصلوا حتى لتونس كيفش نجهزوا لعمليات أو كما أنت يذكرت خلنا بدايو ساع العملية من لول فمبرشا ناس تتخير قعد تحاول تخير كيفاش تصير عملية القرصنة هذي أنا بش نبدأ مش بلي صار في الأخر تاو اللي هما العمليات مثلا على جامعة كورا ديسالة باقي الزمبر على الاتحاد الأوروبي على ثم المنصة معطيات في الاتحاد الأوروبي ومعلومات كيف كيف تم اختراقها برشا وسائل إعلام صهيونية مباشرة تن يدخلوا للسبيتش مثلا مثلا أبو عبيدة يحكي ولا يبدلوا لهم لا باوندغوش من لوتا ولكن قبل هذا الكل قلت فما تسائل كبير نهار 7 أكتوبر شنو ولي صار معنتها نعرفوا لكل القوة التكنولوجية اللي عند الكيان الصهيوني اليوم من غير حتى ما نصلوا للجانب الحرب يمكن يصر حتى في الخفائية ذا يا معتمد هي أكبر أكبر جهة جغرافيا في العالم أكبر منطقة تنتج في ديستختاب هي الكيان الصهيوني أكبر منطقة قاعدة فيها تطور تكنولوجي كبير فما لي معلن منه فما لي مش معلن منه ونحكيه على ما يسمى بين ظفرين بالجيش الذي لا يقهر من جميع النواحية سويا كان فيما خص السلاح ولا العتاد بشكل عام ولا التكنولوجيا نلقاه في ليلا هذا الكل طاح في الماء معنتها الصورة اللي كانت عند العالم في المخيال الشعبي متاعنا طاحت في الماء ما وش قوي كما نصوره نحنا كيفاش تصير عملية كما هكي نحكي على جنب الاتصال هو دخول شبكات المعلومات ينتيحهم وإيقاف الكاميرات والأجهزة الاتصال يتطيع أكيد هذي معناها شي محظر عنده عنده مدة وحتى الأهداف نتظرها كانت متحد من الأول لكن معناها الحاجة اللي المهمة إنه إنه الناس اللي تمارس في القرص ولا متمكنين من القرص نهاذي ما عندهم ش حواجز تكنولوجية معناها الانترنت اليوم تجم تخليك تتكون بدرجة قوية برشا وما تستحقش معناها استثمار كبير بش تعتون أنت كشخص تكون متكون المعلومة أصبحت متاحة للناس كل وأكيد معناها عديد من الأشخاص خاصة من حماس ولا فلسطين واحدة من دول العربية طوروا من مهاراتهم بشكل متقدم جدا وهذا ممكن هذا شيء أكيد إيجابي لأنه الانترنت أتاحت المعلومة للناس كل اليوم اللي يحب يتخصص في المجال هذي قرصنا تكون إيجابية ولا حتى سلبية ما عنده حتى حاجة تنجم تعلم وهذا اللي صار في السنين الأخرانية شفنا العديد من الدول العربية خاصة عديد من النشطاء ولا حتى من مجموعات تكونوا وتدربوا بشكل كبير برش اليوم الانتق الأخرى مفي مش فرق كله معناها كله معناها مرتكز على الذكاء وعلى إيجابية إيجابية المعلومة وعلى الوقت اللي بش تتفرق فيه بش تتدرب وهو ممكن هذي العمل للفرق نتصور أنا في السنوات الأخيرة معناها خاصة في فلسطين ولا في حتى حماس لقاوا الفرصة أنهم بش يطوروا المهارة هذه وجهزوا أنفسهم ومعناه وركزوا أهدافهم وقاموا بالعماليات القارسنا ملحكوا على دي سيستم أنت إيجابية سيستم هذه النظرة اللي كانت عنا موجودة أنا الحق صارتلي تجربة مرة في واحد من الدول الافريقية اللي تعاملوا بدرجة كبيرة مع كين سهيوني معناها دولة مهية مسلمة معناها كنتنت حدث مع شخص قالي احنا نستعملوا في التكنولوجيا التكنولوجيا السهيونية وقالي كين سيوني موجود كان في مخ العرب قالي ارى احنا نستعملوا في التكنولوجيا بنسبة لنا ماهيش التكنولوجيا ماهيش تطور اللي انتوما تدخيلوه كانكم انتوما صنعتوا وهم ماذايا كان معناها كانوا كيان قوي وجيش قوي وامكانيات قوية قولي هذي بنسبة لنا وهم موجود عند الدول العربية وشفنا بالتجربة يوم سبعة اكتوبر كيف معناها انهارت المنظومة الدفاعية كل وكيف كصار تفوق من حماس على الكيان السهيوني خاصة في اليوم ذاك ذاك اللي اش قلت لك معناها فما ممكن وهم فما تضخيم للقوة اللي موجودة عند الكيان السهيوني وذي لازم بشعيد عديد من الحسابات في المستقبل كيم قلت لك اكثر حاجة اللي ممكن عاملة الفرق هو تطور الكفاءات اللي موجودة خاصة في الدول العربي لانه التطور المهارات هذه ما هوش مربوط باستثمار ولا بأموال ولا بتكنولوجيا معين كل شيء موجود عيسامين في المجال هذا بذات بشكل عام سوين كان طوى نحكيه على لانه الوضع متأزم جدا ونحكيه على العدوان على غزة ولكن بشكل عام اليوم فما نستسمع يقول لك انا ما صاب كنجيت نعرف بش نجم نعمل حاجة على قدر مجهوداتي انا وقدر امكانياتي هذي معدها تكوين عيسامي قاعدين يحكيوا عليه اغلبتهم تكوينهم عيسامي لانه احنا ما صناش لدرجة انه تكون عنا وحدات مختصة مثلا في الهجوم في القرص موجود عندهم هو موجودة اكيد موجودة عند الدول الغربية حتى بعض الدول العربية عندها فرق مختصة في الاختراقات وفرق تابعة معناها اجهزة رسمية لكن اللي موجودة في بقية الدول هو اكثر ناس عيساميين واللي يتكونوا في ديارهم وبعد ينظموا لمجموعات وبشتسي يقوي في مهارات متاحهم نحكي لك مثلا على تونس معنا احنا الناس اللي متميزة في المجالة ذائرة ويبدأ من سن 14 15 سنة يوصل من بعد المستويات رائعة وعننا ما فمنعفنا اشخاص حتى اصدقاء اللي اللي متطورين بدرجة معنا مستوية مستوية عالمي اكيد تستعملوا فيها في اشياء ايجابية في شغل في عمل متاحهم لكن وحدهم وحدهم وصلوا الدرجة ذي انا الاسبوع الفارد تعرفت على طفل تبرك الله عليه معنا ما شاء الله عليه في مستوى ما كنتش نتخيله ما كنتش تخيله معناها معناها تبرك الله عليه معناها في مستوى متطور جدا عمره ومشان سنين كيفاش وصل لحا بديت نحكي معاه نفهم واحد واحد وكيما قد تتيح لك المعلومة وتتيح لك الاتصال بعباد اخرين معناها ما عندك حتى حاجز معناها المعلومة موجودة تتكون عندك النية والوقت ونوع اكيد ذاك معناها ذاك توجيه ذا اللي عنده هذية لازم يعرف يوجه بشكل من الاشكال المعنى هذية هو ليفرق معناها فما ناس توجه الذكاء هذية والمهار هذية لأشياء ايجابية وفما ناس يتوجهوا لأشياء اجرامية متلا سرقة فلوس خاصة وهنا الدور تأثير مهم برشا انه من العائلة وحتى من المحيط كيفاش يقطوا الاطفال والشباب اذن بش يكونوا يمشوف اثنية ايجابية اكثر لانه مجال ذا فيه تطور كبير وفيه طلب كبير وحضوض كبيرة للناس اللي موهوبة انهم غدوة يكونوا حتى اصحاب شركات مختصين دوليين هو المدرسة ولكن الدولة اللي ممكن تقول اللي ما عناش استراتيجية نهائيا في تونس فيما يخص مش نحكي على سلام المعلومات على خاطر نسمع به برش بين ضفرين الكلمة هذه اما في الواقع لو كنت تحكي اللي فم الدول عندها مخاططات كاملة وستراتيجيات كاملة وتجهز حتى في رق عمل وملي هما صغار تكون في المنطقة متاعنا ما ما زالت حاجة جديدة وتطلب امكانيات تطلب امكانيات كبيرة معناها مش معناها خاصة التأثير وحتى انا ريت تجارب في الدول الغربية لاستثمارات ضخمة شو ملت تتقول استثمارات على قداش نحكيه على شنو نحكيه بالضبط معناها نحكيه تجهز تجهزات متطورة فرق معناها بيش تكونها لمدة سنوات على امل انها مثلا بعد خمسة سنوات تكون جاهزة بيش تقوم بعمليات من نوعه ذي الجانب البشر يكيد مكلف جدا وخاصة النوعية الاشخاص هدوما ما همش ما همش مش كما ناس الكل ما همش مهندسين ولا تقنيين معنا ناس موهوبين نجم يكون تحبك تقول الجملة هذي مهمة جدا على خاطر نعرف الدراسة مهمة جدا ولكن انت شخصيا تعرف برشة ناس اللي اساسا نقطع عن الدراسة معنا لانه موهبة معنا هي موهبة اكيد في سن 18 سنة متجمش تكون مهندس مهندس تكون 22 سنة ولا حتى اكثر هذيك عليش فما لموهوبين خاصة اللي عندهم ذكاء ممكن يفوق ذكاء العادي يلقوا صعوبة في التأقلم على الحياة الدراسية وخاصة الجامعية مثلا في الليسين اغلبيتهم يكملوا لانه دائما فما تفوق للأستاذ على التلميذ في الجامعة نجم تنقلب بالصورة نجم نصبح التلميذ يحس روحوا عنده تفوق على الأستاذ وقته يرفض نظام الدراسي وقته نجم ينقطع على الدراسة كما قلت لك الناس ذوما موهوبين نجم يكون عندهم شهادات عليا لكن معناها باش تنجم انت تلقاهم الناس ذوما تأطرهم تعطيهم موحيط ينجموا يتطوروا فيه ماهوش حاجة سهلة معناها تطلب امكانيات وتطلب معناها احاطة خاصة وتطلب حتى تأثير عالي جدا باش تنجم تخرج منهم ناس مهنيين وكيد يشتغلوا نجم يشتغلوا في اطار دفاع كما نجم ينجم يشتغلوا في اطار هجوم وفما عملية رقع باودي تتصدغ هدا كل مشقعة تصير في برش مؤسسات في تونس رغم اللي مفروض قانونيا يعملوا هذي الكل يوم شو نتيجة لتاوه ما فقنا معتا سنويا تصير حاجات لتاوه ما فقنا لهذا مهم هايتم أنا 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 أتصور آآ معناها فيقين معناها وليك أنا أنا نشوفوا فيها الحكاية وحتى الإعلام الكل يداول في الأخبار هذه العلاقة بالاختراقات والهجمات لكن فما فما صعوبات فما صعوبات آآ فما صعوبات آآ على الجانب البشري يعني اليوم آآ معناها لازمك كفاءات لازمك الناس متكونة ولازمك آآ ناس اللي مش تخدم الخدمة هذي وإحنا ماناش لقين حل للحد من هجرة مش شقول كفاءات لكن هجرة من الناس اللي متخرجين من الجامعة آآ كيف كيف فما جانب آآ مالي لأنه فما استثمارات آآ بشرية في البشر بالبشر وفي التكنولوجيا آآ والاستثمارات هذه لازم المؤسس تكون عندها إمكانيات مش تمول مش 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 مشاريع الحماية وبالنسبة الي مع عندهم مش آآ امكانيات المالية المفروض لأن الدولة تخلق لهم أي تخلق لهم معناها تحفيزات ولا تخلقون بعض الخطوط التمويل بش يمولوا حماية الي هي الحماية بش ترجع كيد علم اسر كي ترجع على البلاد كاملة اليو ممكن لعنها مؤسسة حساسة الي تعالج في معطيات المواطنين ومعنديش إمكانيات بش تحمي روحها صحيح الدولة عدما تعمل إطارتها شريعي لك في نفس الوقت تلقى حلول لتوفير التمويلات اللازمة وكيف كيف معناها حتى على جانب التكوين التوعية هذي كل رهو ساهل معنا ما فيش علم كبير معنا تقول دول العالمي كل تشتغل على المواضيع هذه معنا تقول اليوم أنا شنية أحسن استراتيجية اللي أحب نعملها ماشي صعيبة ما هاو شنو اللازمك تعمل بش تنجم تحمي روحك لكن التطبيق هو اللي فيه مشكلة وممكن من أكثر كيف كيف المشاكل اللي تنجم التعرض لتطبيق الاستراتيجية هذه هو تسميه إطار الحاكمة إطار الحاكمة إنه كما قلت أنت كان فما ناس فما قانون ما تطبقش في القانون فما مشكلة متاح حاكمة كان عندك قانون ما عندكش عقوبات عندك مشكلة متاح حاكمة هاذا اللي صاير في تونس هذي كان صاير في تونس الحق لكن بالنسبة للتشريعات اللي خرجت مؤخرا اللي فما المرسوم اللي خرج في مارس الفين واثين وعشرين وفما آآ الفين واثين وعشرين وفما آآ نصوص التطبيقية اللي خرجت في سبتمبر آآ الفين واثين واثين آآ فما معنا حاجات جديدة تزادت وفما حتى العقوبات آآ المالية اللي بيستفرض على الشركات اللي مهيش بش طبق إن شاء الله هذا يمكننا أنه آآ نفرضو آآ إجراءات على آآ على المؤسسات لأنه كي نرجعو للمشكلة الحرب الإلكترونية لقدر الله غدوة آآ تخلنا في سراع مثلا ولا في شنو بشي استهدفو القراس نظوم شنو بشي استهدفو شنستهدفو منشآت حساسة منشآت مالية صناعية الدولة لازمها تكون متأكدة إن المنشآت هذه حامية أنفسها أكبر قدر ممكن مايش محمية اليوم المؤسسات هذي لي فأفهمة لي فأفهمة لي فأفهمة لي فأفهمة لي أعتني جمالاً أصورة عامة أنت تغذر من الفوق نحبهاي ثمانت بصورة عامة أنا نجم قسم لك الشركات على ثلاثة مستويات فأفهمة شركات اللي هي قاعدة تستثمر بشكل جدي جداً في الحماية اللي خصوصاً نقاول قطاع المالي معناها البنوك وشركات التأمين والشركات المالية الأخرى قطاع الاتصالات بعض الشركات الخاصة المتطورة شكوناً مش قاعدة يستثمر هذيما كما يقولوا معناها الكاتيجورية الأولى الكاتيجورية الثانية فما ناس قاعدة تحاول لكن تلقى في صعوبات وكاتيجورية الثالثة اللي هي عدد كبير مؤسسات اللي مايش قاعدة تعمل في حد شيء معناها ما زلت في خطواتها الأولى نحن أخطينا 4 دقائق من وقت صفية نعطيها الأخبار وبعد نرجع نكمل معك 3 دقائق لأنه فما زوس معطاية مهمين حابك تحكي دي عليهم وقعدوا معنا راجعين بعد الأخبار صريحة ومباشرة هايثم نحكيه من قبيلة هل تنجم تكون عندها نتيجة اليوم اللي يشوفوا فيه في العالم مثلاً بغلا بونكوز كما شفناك كما القضايا الفلسطينية هل ممكن تكون تحمل في الأخر بالكل نتيجة شنوة نجمة تكون تأثيرها على الدول هذيك؟ هو فما نتيج ملموسة لأنه أغلبية اللي يقوموا بعملية القرصنة يهبطوا الإنجازات متاحهم على خاصة منصة X ولا التليجرام وقاعدين نشوفوا فيه اختراقات على أنظمة صناعية على سرقة معطيات حساسة من الكين الصهيوني فما نتيج وفما ممكن أكبر نتيجة هي يوصلوا صوت معناها ساعة يقوموا باختراقات ويحاولوا أنهم يوصلوا للمساج كما صار مثلا حكيت المنصات التواصل الاجتماعي برشا نسي تشكى من القصان ونحاولوا للمنصة أخرى أوكي ممكن لازمنا منصة بديلة ميلة رأوا جراس اللي صار ذاك ووصل للصوت اليوم كان فما الشعوب الغربية خرجت في المظاهرات رأوا بالوسائل التواصل الاجتماعي معناها بالعكس نقول كملوا خلي قصلك خلي قصلك وارجع وكمل وهيك قاعد يعطي في نتيجة الخلاصة من هزا الكل وش نسكر بالنقطة هذي اليوم في تونس نحكي على بلادنا نعرفوه بالكدي قداش عنا من مختص في مجال نقول السلامة المعلوماتية ولكن تحديداً اللي بخوفيل اللي تحكي عليهم انت من بكري هذوم الخاصين 3.2 هذوم المخترقين اللي هما يقوموا بعملية الاختراق هذوم أنا قاوم موجودين خاصةً في شركات اللي توفر خدمات سلامة معلوماتية خاصةً مكاتب التدقيق اللي حق عددهم تقريباً في الأطناشن شركة مكلموا الكل هم بخوفيل هذومة ما نحكي في الشركات هذومة اللي يقوموا بالتدقيق اي عشرين ثلاثين كنزيدوا معاهم نحكي لذومة مختصين في الاختراق نحكي شعلهم مدقين لأخرين اي حتى مختصين في الاختراق عشرين نرقم سوا دمره في تونس الجمهورية معتلكل اي كنزيدوا معاهم اللي يختموا في الشركات والشركات حتى العالمية الموجودة في تونس وكل اللي أكيد منفودوش مياء اللي هو يجي قداش حجموا بالنسبة لل الوكسيدان الغرب مثلاً ماذومة مياء معناه ينجوش في ديبرتمان في شركة محترمة في فرنسا معنا بحق عنا هي شو بالإمكانيات اللي عنا نجموا نتقدموا تكوين كبير ديما نرجع مشكلة الخروج بمعناه برشة اللي هما عندهم الكمبيتنس قاعدين يخرجوا واللي قاعدوا أغلبيتهم عباد تحب تقعد في تونس لكن العدد انتع الناس اللي ينشطوا في المجالة ذي ضعيف مقارنة بالمخاطر اللي احنا عايشينها واليوم كان شركة تونس ولكل طبق القانون ممكن اللي موجودين منه مش يغطيه حتى عشرة بالمئة من حاجيات الشركة تونس عليش العدد الضائيل للدرجة ها ديما فماش تكوين ما فماش ممكنية شو مطلق فماش تكوين ما تشوف طوي الجمعات تعمل في تلعب في دور كبير برشة في التكوين حتى الماجستير معناها اللي عندهم الليسونس والماستير واللزانجينيور عدد كبير لكن اغلويتهم قاعدين يخرج ولكن احنا نحكيو على اختصاص معينهم الاختراق الاختراق اللي هو موهبة ومعها تكوين مشكلة تكوين فقط مثلا كشوفوا في مجالات الاخرين مثلا التدقيق ومثلا اللي يعملوا ذاك عدد اكبر المختصين في الاختراق انا قد كنت لمهم كل ما يفودوش ميتنا احد شكرا على المعلومة هيثم المير المختصي مجال السلامة السيبرنية وتتعرف منهم برشة ناس هاتو ما ان شاء الله مارا تجيب بحثينا تجيب لنا شكون يحكي لنا على تكوين متاعوا بوظهب الكيفاش وكيفاش تغرم بالمجال هذي خاطر مهم باش الصغيرات زادة يكتشفوا المجال هذي شكرا هيثم مقعدوا معنا زيني بالباست شكرا على المواس